اشتركوا في القناة 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 ودحل وافتع وعجر العمل لعادة تشجيع الأشجار المقتلعة في جزر دبروشيت ودبعالو ونورة وسلعيت ودهل كبير وقال سيد براخي ان سوء استخدام الثروات البحرية يعرضها للدمار والانقراض بسهولة وقد دمرت اشجار الشورى التي زرعت فيه شواطئ زولة وانجل ومكعنيل لسهول الاستخدام وتسبب ذلك في ابتعاد الاسماك التي كانت قريبة من السواحل وهو ما يؤثر سلبا على التنوع البحري دعيا لتشجير كثيف لأشجار الشورى وضمان نظافة شواطئ البحر اعرض سكان مدينة من دفر عن ارتياحهم لتوسيع الخدمات للمركز الصحي في المدينة الذي خفف الضغط عن المستشفى المرجعي واضح السكان ان بدء المركز الصحي الفحوصات المخبرية للحوامل الى جانب خدمات رعاية الاموم والطفولة ساعد في حصول الحوامل على الخدمات عن قرب وقال مسؤول المركز الصحي الممرض برهنها الى ان الانشطة الاساسية للمركز الصحي تتمثل في خدمات رعاية الاموم والطفولة والانجاب الصحي والنظاف البيئة والتحليل الطوعية وتطعيم الاطفال والتوليد واشار الى الى الاموم لخدمات رعاية الاموم والطفولة تجري انشطة النفير لازالة النفايات والمواد البلاستيكية الملوثة للبيئة بهدف الصحاح البيئة ودرء الانراض المعدية خاصة الملارية فيه مدرية افعبت وفاد رسل وكالة الانبالترية ان النفير الذي يشارك فيه يوميا الف شخص ويتواصل لشهر كامل ينفذ فيه جميع ضواحي المدرية ودع المشاركون في النفير اللبنية النفايات في الاماكن المحددة لها لفعالية العمل الذي يقومون به واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتقوية المتابعة من ادارة المدينة سيدتي سادتي نتوقف مع فاصل من ثمن وافق بالانباء العالمية اهلا بكم من جديد قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجين ان عدد الفوضين من العنف في منطقة الساحل بقرب افريقيا زاد بواقع ربعة امثاله خلال العامين الماضيين وان عدد النازحين في دولهم بالمنطقة وصل الى مليونين وكثف متشددون ورتبطون بتنظيمية القاعدة وداعش وجودهم في المنطقة شبه القاحلة على حفة الصحراء والهاب الصراعات العرقية في كل من بوركينا فاصو ومالي والنيجر وارقموا تجمعات سكانية كاملة على النزوح من ديارها وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجين بوريس تشيرتيكوف في مؤتمر صحفي في جنيف أن أكثر من نصف النازحين موجودون في بوركينا فاصو حيث يضطر كثيرون للنوم في العراء ولا يجدون ما يكفي من المياه أبلغت حكومة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن السلطات الأفغانية برغبتها في مراجعة الاتفاق الموقع في العشرين من فبراع الماضي بين واشنطن وحركة طالبان خصوصا بهدف تقييم احترام الحركة لتعهداتها وقالت إيميلي هورن المتحدث باسم المستشار الأمن القوم الأمريكي جيك سوليفان في بيان أن سوليفان اتصل بنظيره الأفغاني حميد الله مهيب وأبلقه بوضوح بنيته مراجعة الاتفاق ونص الاتفاق الموقع في الدوحة ولم تصادغ عليه حكومة كابل التي لم تشارك في المنفاوضات على أن تسحب الولايات المتحدة كامل قوتها من أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل تعحو الطالبان بعدم السماح لمجموعات رهابية بالعمل من المناطق التي تسيطر عليها وأثار التصريحات المتحدث ما باسم سوليفان اغتياح سلطات أفغانية التي تنتظر بقلق الموقف الذي ستتخذه إدارة بايدن من الاتفاق في المقابل أكد الطالبان أنها ما ذالت مصممة على الوفاة بالتزاماتها بمجمع الاتفاق شرعة الصين في اتخاذ إجراءات صارمة لاحتوى تفشي واباكو في جميع انحاء البلاد بما في ذلك فرض عمليات إغلاق في المناطق عالية الخطورة وإجراء الاختبارات الجماعية وبدأت الاختبارات الجماعية في مدينة حرب بين الشمالية الشرقية في محافظة هيلو جانج حيث كانت هناك مجموعة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19 حسب ما ذكر تلفزيون الصين المركزي كما تم فرض الإقلاق في أجزاء من بكين ومدن أخر في عقاب تفشي المرض بينما بدأت المدارس العطلة الشتوية في وقت أبكر من المعتادات وداعت السلطات المواطنين إلى الحد من السفر خلال زررة السفر في عيد رابع هذا وفي سياق المتصل أعلنت منظمة الصحة العالمية أن من المبكر جدا التوصل إلى أي استنتاجات تتعلق بعمل بعتتها إلى وهان وما إذا كانت جائحة كوفيد-19 قد بدأت فعليا في الصين وكان فعيق من خبراء المنظمة وصل إلى وهان في الرابع عشر من يناير للتحقيق في منشأ فيروس كورونا بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات في المدينة بوسط الصين تمكن باحثون ألمان من مساعدة في إيران مشلولة بسبب إصابات في الحبل الشوكي على السير مجددا وذلك بإعادة إنشاء رابط عصبي كان يعتبر حتى الآن غير قابل للإصلاح في الثذيات باستخدام بروتين مقصم يحقن في الدماغ وتترك إصابات الحبل الشوكي الناجمة عن القالب عن حوادث رياضية أو مررية أصحابها في حالة شلل لأنه ليس كل الألياف العصبية التي تحمل المعلومات بين العضلات والمخ قادرة على النمو مجددا لكن الباحثين بجامعة في بوخوم بعلمانيا يتمكنوا من تحفيز الخلايا العصبية للفيران المشلولة لدفعها إلى التجدد ذلك باستخدام أحد البروتينات وقال رئيس فريق البحث أن الفيران المشلولة التي تلقت العلاج بدأت بعد سبوعين إلى ثلاثة أسابيع بهذه الأخبار العلمية وصلنا إلى ختام هذه النشرة وحتى جديد اللقية تغبلوا أجمل تحيات تبقوا سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر